اشتركوا في القناة موسيقى 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 التنتين ديت لخمستاشر ونعمل نقطة. وفوق هنعمل هنقسم التنتين ونعمل نقطة. ومكان النقطة ديت هنعمل خط اربعة سنتي. هنعمل خط اربعة سنتي فوق واربعة سنتي تحت. يبقى اصبح الخط الزغير ده كام اربعة سنتي وهنا اربعة سنتي. ونوصل بقى يا جماعة. هنبدأ نوصل بالشكل ده. من الزواديت للزواديت. المنظر ده. والنحية تانية نفس النظام. هنبدأ نوصل من الزواديت للزواديت. تمام يا حضرات? فوق بردك نفس النظام. زي ما عملنا تحت هنعمل فوق. هنعمل من الزواديت للزواديت. تمام يا حضرات? هنوصل من الزواديت للزواديت. بعد كده حضرات هنعمل خط من فوق خمسة سنتي. هنعمل نقطة. هنعمل خط من فوق كده يا جماعة. خمسة سنتي. ومن تحت خمسة سنتي. هنعمل خمسة سنتي ونعمل نقطة وفوق هنعمل خط برضك خمسة سنتي وهنا خمسة سنتي. تمام يا حضرات? فوق برضك النفس النظام هنعمل خط خمسة سنتي ونعمل نقطة. وفوق الناحية التانية خمسة سنتي ونعمل نقطة. ونبدأ نواصل من النقطة ديه للنقطة ديه. تمام? بالطول لبن بالشكل ده كده حضرات. نواصل من النقطة ديه للنقطة دي. بالشكل كده حضرات. دي شكل اللي احنا هنشتغل بها يا حضرات. طبعا الحاجات دي كلها ده هيتقص. اللي نعمل على ده كلها هيتقص. ده هيتقص. طبعا يا حضرات? دي شكل اللي هنشتغل بها. هنبدأ نخطط. هنعمل اللي نخططها بالشكل ده. طبعا هعملين خرم في النص لنقطة هنا ونقطة هنا. تمام? هنعمل بقى مكان المربعات ديت الخطوط ديت هنا نقطة وهنا نقطة. بالشكل ده كده حضرات ونعمل مربع بالمنظر ده. تمام? زي ما شرحنا في النسطنبا بالزبط هنبدأ هنا في الخط ونعمل خط هنا ونقاط هنا. زي ما شرحنا في النسطنبا يا حضرات. تمام? بعد كده هنعمل الخط اللي هو العمدان ديت. تمام يا حضرات? وبعد كده هنعمل المربع بتاعنا. هنكمل الناحية التاني بندوق نفس النظام. هنعمل عمدان. تمام يا حضرات? هنكمل آآ هنعمل العمدان الناحية دي. خط بتاعنا. وبعد كده هعمل مربع. هدي عمود ودي عمود. بعد كده هنعمل مربع. تمام? هنيجي بقى يا جماعة فوق العمدان نيت. ونعمل الاستنبا بتاعتنا. ايوا كده ونبدأ نعمل مربع بتاعنا. تمام? ونبدأ نعمل نقطين ونقطين. ونعمل تلات نوم اللي عم يضم العمدان بتاعتنا. ونعمل المربع. ونقفل برضوك. المربع بتاعنا ونعمل ايه? العمدان ونقطين ونقطين. طبعا هنعمل العمدان. هنا. بعد كده هنعمل المربع بتاعنا. الشكل ده كده يا حضرات. زي ما عملنا فوق هنعمل تحت المنظر ده كده يا حضرات. تمام? بالشكل ده. الدكور سهل جدا وجميل يا جماعة ما فيهوش اي صعوبة والدكور سهل. بس تابع معايا نفس الخطوات الدكورات اللي عناك مزبوط. زي ما نعمل بالزبط. تمام يا حضرات? هنبدأ تابعا نعمل العمود هنا وعمود هنا. ونعمل لك المربع بتاعنا. بالشكل ده. كده عفلنا العمود. ونعمل عمود وعمود. بعد كده هنعمل مربع بتاعنا بالشكل لكده حضرات. تمام? الدكور سهل جدا ما فيهوش اي صعوبية الحضرات. المرحلة البعد كده هنبدأ نوصل المكان لنوقتين احنا عملناهم. تمام يا حضرات? بالشكل ده. هنشوف ده بعدي اهو. هنبدأ نواصل مكان النوقتين احنا عملناهم بما شرحنا فالنستامبة بالشكل ده كده يا حضرات. هنبدأ نوصب النء تلك للن مhoe زي ما شرحنا فالنستامبة بالزبط. تمام? بالشكل ده. دي가지 عمل انستامبة سهنة وما فيش اي صعوبة. ثم انت عامل انستامبة صح. الدكور هي تلعها معك مزبوط. تمام? وتابع معي نفس الخطوات. الدكور هي تلعها معك مزبوط. هنبدأ نوصل يا جماعة. شكل الدكور بين وضحوات. طبعا بالنسبة للانوان زي ما تحب دي يا حسب رغبتك انت عايز تعملها باي لون. انت ممكن تبدع فيها. انا بوصل لجا فكرة وانت تبدع فيها. تمام يا حضرات? هنبدأ نوصل زي ما حالتكم شايفين كده. من النوطة ديت للزاود ديت. زي ما شرحنا في النسطنبه بس الزبط. تمام يا حضرات? بالشكل ده. بعد ما نخلص التخطيط هنخش على مرحلة الديهان كنت عامل سنسل للتدريب الانوان هساب لكم ان شاء الله صندون وصف. دلقات الانوان دي اللي انا هبقى ايه هننفزها ان شاء الله. ونعملها وندهم بها تلات عامل الانوان دي ان شاء الله هنكون في صندون وصف. كنت عامل سنسل للتدريب الانوان هتاجي بحراركم ان شاء الله هساب لكم في الصندون وصف في شاشات الناهيب. وفي علامة الاول. تمام يا حضرات? هنبدأ طبعا هنعمل النون ايه? النحمر الفاتح. ده النون النحمر يا جماعة. هنعمل على مبدل الاولانة ده بالنون الاحمر. نوع علمين. كل العمدان دي كلها نيعلمين بالنون الاحمر. تمام? بعد كده هنعمل بالنون النيبيتي الغامق. النون النيبيتي. تمام يا حضرات? ده احمر فاتح وده نون النيبيتي. تمام يا حضرات? اه اللي عندي مين ده بالنون الاحمر. انفاتح والنبيتي ان هو على الشمال ده النون النيبيتي. تمام يا حضرات? تمام. تريد اعمل الانوان دي ان شاء الله واسبها لكم في الصندون وصفها جباعة. طبعا هنا من هنا مكان او الظرف ده السمبوكسيدية. مثلا الصوائر ده هنعمل بالنون السود. تمام يا حضرات? كل ده هدهين بالنون السود. واني في النص دوت ان هو الظرف بتاعنا ان احنا هنعمله يبقى تعمل بالنون الرمادي. تريد اعمل الانوان دي يا جماعة هسبها لكم ان شاء الله في الصندون وصف عشان الوقت الفيديو بس تمام? تريد اعمل الانوان دي كلها هسبها لكم في الصندون وصف في الشاشات النهاية. وفي علامة الاية. تمام يا حضرات? وفي فيديوهات سريدية تعجب حراركم ان شاء الله يردت تبع الفيديو للنهاية. بس بلنا عليكم ما تستمشوا دعمونا باللايك والشير والاشتراك في الكمان الاول مرة شوفنا. عشان يوصل لكم كل جديد. ده طبعا يا جماعة بالنون الرمادي. تمام يا حضرات? ده كله تعمل بالنون الرمادي. زي بحقكم شايفين? الدكور بداية يا جماعة. طبعا بالنسبة ان البلاستيك بياخد الوقت بعد ما ينشف. تمام? ده كونه بيديهم بالنون الرمادي. زي بحقكم شايفين يا حضرات? الشكل ده. ده الشكلة دكور يا جماعة زاكبكم من الرجل. ما تنشوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد وفكرة دكرة جديدة ان شاء الله.